ينضم إلينا من جنين الدكتور نزار نزال خبير الشؤون الإسرائيلية دكتور ها هي جولة جديدة لأموس حوكشتاين المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط في هذه المرة كيف تتصور أن تكون عناصر ورقة التفاوض في ظل التعنط الإسرائيلي لتغيير صيغة خرار رقم 1701 مساء الخير لك والسادة المشاهدين يعني عموس حوكشتاين غادر منذ أيام بسيطة ولم يستطع أن يقنع اللبنانيين وبعد المغادرة مباشرة طبعا هو يؤشر باتجاه الأستاذ نبيه بري وهو رئيس مجلس النواب اللبناني على أنه هو الذي رفض تفصيل أو تعديل القراءة 1701 ولدى مغادرة فوكشتاين قامت الطائرات الإسرائيلية باستهداف بعض المؤسسات التابعة لحركة أمل في بيروت وقامت باستهداف مدينة صور وهي الحاضنة الشعبية لحركة أمل ونبيه بري اليوم سيعود أو غدا سيعود هوكشتاين مرة أخرى ليرى هل هذه الضربات التي تعرضت لها حركة أمل وبعض المؤسسات التابعة لها هل أثرت على نبيه بري هل نبيه بري لديه إمكانية لكبول تعديل 1701 أم لا أنا أعتقد أن حزب الله وحركة أمل واللبنانيين بشكل عام لن يقبلوا تعديل 1701 إطلاقا لأن الإسرائيليين وضعوا شروط جدا قوية فيما يتعلق بالقراءة 1701 من ضمن هذه الشروط طبعا السماح لسلاح الجو الإسرائيلي بالتجول في الأراضي اللبنانية من عكار وترادوس في أكسر الشمال حتى الناكورة وهذا ما لا تقبل به الدولة اللبنانية وليس على مستوى حركة أمل أو حزب الله ووضع أيضا تغيير في موضوع اليونيفل اليونيفل موجود قوات اليونيفل 40 ألف مقاتل موجودين على الخط الأزرق إسرائيل تريد أن يرحلوا هؤلاء ويستبدلوا بقوات أخرى متعددة الجنسيات هذا يعني أن الكوات التي سيتم استقدامها وهي متعددة الجنسيات لديها صلاحية بالكتال بمعنى أن إسرائيل ستكون موجودة وحاضرة من ضمن طبعا متعددة الجنسيات ماذا يعني أمريكان وبريطانيين وفرنسيين وألمان وبالتالي ستكون إسرائيل في الداخل اللبناني أيضا يريد نتنياهو من خلال هذا التعديل أن يدفع باتجاه عمق 4 كيلو متر داخل الأراضي اللبنانية طول طبعا 118 كيلو متر هذا يعني أن لا يوجد متعاون مع إسرائيل يقبل بهذا نعم دكتور طيب إذا ما كانت البنود والشروط التي تطالب إسرائيل بتغييرها تعتبر تعجيزية إلى حد كبير كيف يمكن التواصل إلى اتفاق في هذه الحالة؟ تفاصيل الاتفاق صعبة جدا ولهذا السبب أنا أرجح أن لا يتم اتفاق لماذا؟ لأنه أولا لبنان كان يتناغم إلى حد ما صحيح أنه 17-01 لم يكن مطبق قبل السابع من أكتوبر بحذافيره وكان هناك بعض الاختراكات سواء من قبل الإسرائيليين فيما يتعلق بمزارع الشبعة وبتلالك فارشوبا والغجر وتفاصيل لها علاقة بانتشار الجيش اللبناني وانسحاب مقاتلي حزب الله إلى ما بعد الليطاني ولم يكن تطبيق للكرار 17-01 سواء كان من الإسرائيليين أو من اللبنانيين فما بالك عندما بدأت الحرب على قطاع غزة وبدأ حزب الله بالمشاغل والإسناد من خلال رشكات صاروخية طالت تقريبا من وسط الإسرائيل طيب دكتور نزار وصلت هذه الفكرة دكتور نزار لست المحلل الوحيد أو المراقب الوحيد الذي لاحظ فكرة تصعيد الدربات الإسرائيلية على لبنان في عقاب هذه الجولات كجولات بلينكين وهوكشتاين بما تفسر هذا الأمر نتنياغو والحكومة الإسرائيلية ليس لديها رؤى سياسية ولا ترغب ولا تعشق الطاولة المستديرة إطلاقا لاحظي معي منذ السابع من أكتوبر طبعا تغير المزاج العام بالدولة الإسرائيلية بشكل عام سواء كانت في إسرائيل أو على مستوى النخب أو على مستوى الطبق السياسي أو على مستوى الشارع وبالتالي لا يوجد لدى الإسرائيليين إلا نظرة واحدة أو رؤية واحدة وهي العسكر أو الضربات والضغط العسكري ودائما اسمعي ماذا يكون نتنياهو عن نصر المطلق الضغط العسكري التدمير يعني هذه اللغة وهذه المصطلحات التي يتحدث بها وبالتالي أنا لا أعتقد نهائيا أن الإسرائيليين كما قلناهم ذاهبين باتجاه يعني طاولة مستديرة لأنه أصلا الموضوع صعب جدا فيما يتعلق في العقدة الكبيرة وهي غزة يعني لن يكون هناك وقف لإطلاق النار في لبنان ما دامت الأمور مشتعلة في قطاع غزة وفي غزة القضية قضية مشاريع سياسية لها علاقة بطرد سكان وترحيل كل سكان شمال قطاع غزة باتجاه الوسطة باتجاه الجنوب وتطبيق خطة الجنرالات والتفاصيل يعرفها الجميع وبالتالي إسرائيل لن تنسحب من قطاع غزة وإسرائيل لن تقف النار في قطاع غزة وإسرائيل لا يوجد لديها أي رؤية سياسية يتم من خلالها التعاطي مع واقع جديد داخل قطاع غزة نعم دكتور يتم حركة حماس والمقاومة الفلسطينية بالبقاء داخل قطاع غزة وبالتالي هذا الموضوع يلقي بظلاله على الوضع داخل لبنان خاصة أن حزب الله اليوم يعني استعاد عافيته ولديه قدرات وقبل قليل كان هناك بيان يطالب أكثر من 20 تجمع سكاني في شمال فلسطين المحتلة للرحيل عن هذه المناطق يستحق في الوسط هذه إمكانيات قتلى بالجملة هذا مهم جدا والشارع الإسرائيلي بدأ يتحمل هذه الفطورة هذه المفارقة العجيبة أن الإسرائيليين والشارع الإسرائيلي يتحمل باليوم 70 مئة إصابة قتلى 20 قتيل هذا وضع مستغرب هذا يعطي دلالة على أن الشارع الإسرائيلي قد انجرف من الأقصى اليسار ومن الوسط باتجاه اليمين والشارع الإسرائيلي كله أصبح إما صهيونية قومية وإما صهيونية دينية وبالتالي أنا أتوقع أن الأمور ستبقى مستمرة نعم وستكون مفاوضات نعم ستكون مفاوضات تحت الضغط العسكري على ما يبدو وفقا لحديث حضرتك الدكتور نزار نزال خبير الشؤون الإسرائيلية كنت معي من جنين شكرا جزيلا لك